الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقد أكدت أنها انتهت من كل الترتيبات في عمليات تصويت المصريين في الخارج واللي هتكون من خلال البريد في انتخابات مجلس الشيوخ يوم الحد والاثنين الهيئة أكدت أن تصويت الناخبين في الخارج هيكون بالبريد بس اللي سبق طبعا مين اللي هيصوت اللي هيكون سبق وسجل بياناته من يوم 25 ل31 يوليو اللي فات مش مسموح للناخب أنه يروح مقر البعثة الدبلوماسية المصرية لكن بيبعت بطاقة التصويت والوسائق المطلوبة بالبريد لبعثته الدبلوماسي